مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع وبالتالي نتوقع أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية دافئة نسبيا تؤدي إلى ارتفاع على درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة وفي منتصف هذا الأسبوع نتوقع أن تسقط زخات متفرقة من الأمطار على الحدود الشمالية من المملكة مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي أو تمثل الأحوال الجوية المتوقع يوم الأحد يوم الأحد بداية الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة المناطق الشمالية الغربية معتدلة نهارا تميل للبرود ليلا 26-13 المناطق الشمالية الشرقية 21-10 المناطق الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29-20 المنطقة الوسطى والرياض العظمى 21 وصورة 13 لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا المناطق الجنوبية الغربية 19-11 والمنطقة الشرقية معتدلة لطيفة نهارا تميل للبرود ليلا 21-14 درجة مئوية يوم الأثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجواء ما بين لطيفة إلى معتدلة نهارا تميل للبرود قليلا أثناء الليل المناطق الشمالية الغربية 25-11 المناطق الشمالية الشرقية 20-11 والمنطقة الغربية 30-21 معتدلة في النهار لطيفة بالليل المناطق الجنوبية الغربية 19-10 والمنطقة الوسطى والرياض 24-14 والمنطقة الشرقية 23-15 درجة مئوية يوم الثلاثة إن شاء الله يوم الثلاثة يبدأ هناك انخفاض قليل على درجات الحرارة في المناطق الشمالية بشكل عام سواء الشمالية الغربية والشمالية الشرقية وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في المناطق الشمالية وحفر الباطن أيضا تنشط الرياح الشمالية الغربية وتكون مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الشمالية المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 18 لطيفة إلى باردة نسميا نهارا لكنها باردة ليلا خمسة المناطق الشمالية الشرقية 16 إلى 6 يعني ما بين لطيفة إلى باردة نسميا بالنهار وأيضا باردة ليلا أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر المناطق الغربية 30 إلى 20 معتدلة في النهار لطيفة بالليل والمنطقة الوسطى والرياض 26 إلى 18 معتدلة نهارا لطيفة ليلا والمنطقة الجنوبية الغربية 19 إلى 11 والمنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 22 إلى 18 درجة مئوية يوم الأربعاء أيضا تنشط الرياح في المناطق الشمالية وتصل إلى المنطقة الوسطى ويكون هناك إثار الغبار والأتربيل وانخفاض على درجات الحرارة المناطق الشمالية الغربية 16-6 والشمالية الشرقية 15-7 المنطقة الغربية انخفاض واضح 25 إلى 18 أجواء لطيفة بشكل عام والمنطقة الجنوبية الغربية 20-10 والمنطقة الوسطى 25-17 والمنطقة الشرقية 25-17 درجة مئوية أما يوم الخميس فتوالي درجات الحرارة انخفاضة في المناطق الشمالية وأيضا الوسطى وتكون أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 14 وأيضا الأجواء باردة بالليل السورة المتوقعة 15 المناطق الشمالية الشرقية 15-4 والمناطق الغربية 24-17 لطيفة نهارا وليلا وأيضا المنطقة الوسطى 22-11 لطيفة نهارا تميل للبرود ليلا والمنطقة الجنوبية الغربية 18-11 والمنطقة الشرقية 22-14 درجة مئوية يوم الجمعة ان شاء الله تميل درجات الحرارة أيضا إلى الانخفاض القليل تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها أجواء تقريبا ما بين باردة نسبيا إلى لطيفة بالنهار لكنها باردة ليلا المناطق الشمالية الغربية 18-7 المناطق الشمالية الشرقية 13-5 أجواء باردة نسبيا نهارا باردة ليلا والمنطقة الغربية 28-19 لطيفة بشكل عام وأيضا المنطقة الوسطى لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا 18-10 والمنطقة الجنوبية الغربية 20-10 والمنطقة الشرقية 20-12 درجة مئوية مشاهديننا في المملكة العربية السعودية نتمنى لجميع السلامة شكرا لمتابعاتكم اشتركوا في القناة